قال موقع المونيتر الأمريكي أن الفساد في العراق قضية شائكة نتيجة تورط أحزاب مؤثرة في البلد وهو ما جعل جهود مكافحته صعبة منذ العام 2003 وحتى اليوم على الرغم من وجود هيئة النزاهة والمؤسسات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة ففي شهر آيار من العام الماضي قدم حسن الياسر استقالته من رئاسة لجنة النزاهة بعد تأكيده أن الحكومة لم تعالج سوى 15% من قضايا الفساد الحكومي البالغ عددها 12 ألف قضية من تلك التي أحيلت إلى القضاء هذا العجل الحكومي عن مكافحة الفساد الحكومي المتغول يثير الشكوك حول قدرة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعاد رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي هيكلته من جديد فيما أكد الموقع الأمريكي في تقرير جديد له أن على الحكومة في العراق البدأ بفحص الأموال التي استنزفتها الرئاسات الثلاث الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وكذلك المرتبات والمخصصات المالية التي أنفقت من قبلهم قبل دراسة أي قضية فساد من جهته قال صباح العقيل عضو البرلمان عن تحالف سايرون أنه يشك في جدوى المجلس الجديد وقال أنه مجرد كيان آخر له اسم مختلف لكنه سيزيد من عبء الموازنة مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في غياب المؤسسات ولكن في فعاليتها فيما أعرب عن توقعه بفشل المجلس لوجود قارة سياسيين متورطين في الفساد الحكومي والذين لم يسمحوا بتنفيذ أي حلول بهذا الصدد أما عضو البرلمان همام العادل فقد كشف عن وجود العديد من مذكرات الاعتقال التي صدر سابقا ضد الكثير من المسؤولين الحكومين إلا أن هذه المذكرات بقيت غير فعالة بسبب التشريعات الضعيفة وعدم اتخاذ الحكومة موقفا شجاعا وحازما في هذا المجال موقع المونيتر الأمريكي نقل أيضا عن موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة الحكومية قوله إن محاربة الفساد في العراق تتطلب وجود دولة مؤسسات وسيادة قانون حقيقية لكن أي من هذه الشروط الثلاثة غير متوفرة في العراق حاليا موسيقى موسيقى